عقدت أمانة حزب حماة الوطن بشمال سيناء جلسة نقاشية حول الحوار الوطني شارك فيها جمع من أهالي محافظة شمال سيناء من كافة الشرائح المجتمعية بكافة مدن ومراكز المحافظة وكذلك أعضاء مجلس النواب خطوة هامة نحو بناء مستقبل سياسي على أرض شمال سيناء بعقد ندوة تحمل عنوان حوار وطني من أجل كل المصريين والتي نظمها حزب حماة الوطن بقصر ثقافة العريش انطلاقا من مسئوليته تجاه الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس السيسي ليقدم الحزب خلال هذه الندوة عددا من المحاور التي تشمل ملف الإصلاح السياسي والحريات ثم مناقشة ملف الإصلاح الاجتماعي وأخيرا ملف تشجيع ودعم الاقتصادي والاستثمار الوقت بفتح الحوار نشكر سيادة الرئيس وطبعا بنبعصله كل التحية والتقدير من أبناء شمال سيناء على أرض الفيروس ان احنا بنقول له سيادة الرئيس احنا شاكرين أفضلك ان حضرتك فتحت لنا الحوار ان احنا نقدر نفهم الناس اللي عندنا ونقدر نقول رؤية الحزب حماة الوطن بالنسبة للدولة ايه بالنسبة للناسنا هنعمل ايه في الأيام القادمة ان شاء الله مع مصر الحديثة بقيادة القيادة السياسية الرئيس عبد فتح السيسي احنا رايح يوم فيه هارضا الحوار الوطني بيتكلم عن حاجات ما كانتش موجودة قبل كده منها الاصلاح الاقتصادي والاصلاح السياسي والحريات والامور الكثيرة دي فردة الفعل في الشارع السيناوي كانت ردة فعل الناس مبسوطين جدا من اللي بيحصل الحمد لله بتشاهد سيادتك وكل ضيوف سيناء ان سيناء اصبحت امنة ودي رسالة للمواطن المصري والعالم العربي والاجنابي ان سيناء اصبحت امنة بفضل فخامة الرئيس عبد الفتح السيسي وقيادات قواتنا المسلحة وارواح شهداءها من القوات المسلحة والشرطة المدنية وابناء سيناء الشباب والمرأة وذو الهمم وتجديد الخطاب الدينية كانوا على رأس اولويات اجندة الندوة للخروج بتوصيات يتم وضعها على اجندة الحوار الوطني بمشاركة عدد من اعضاء حزب حماة الوطن واساتذة الجامعات من ابناء شمال سيناء النهاردة احنا بنعتبره احتفال كبير ويوم كبير انه يتم ادارة حوار وطني خاص في شمال سيناء بعد فترة كبيرة مرنا بيها هنا وده طبعا بفضل جهود اخوات المسلحة وبفضل القوة الشرطة وفضل جهود كبيرة تمت من القيادة السياسية في سيناء خلال الفترة فخامة الرئيس بمجرد ما تولى اهتم بنا عملنا عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة عملنا قانون عشر لسنة 2018 حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وده بيدنا نوع من الحماية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفي العمل وفي شتى مناحي الحياة بصورة عامة الحوار الوطن حقيقي شمال سيناء لان احنا عنينا من الحروب وعنينا من الارهاب فكان فيه فكر طبعا وضع ليه وضع تاني فالحوار ده غير المفاهيم وغير كل حاجة بين الناس ففعلا احنا محتاجين حاجات زي كده الحوار ده ثقافي سياسي اقتصادي مرأة كل الحاجات اللي فيه تنوير لنا في شمال سيناء وتسقيف لاهل شمال سيناء وتسقيف للشباب وللمرأة ولجميع التواقف في شمال سيناء المشاركون في هذه الندوة ثمنوا مجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لاطلاقه هذا الحوار الذي وصل لمحطة هامة تؤكد استكمال مسيرة التنمية على ارض سيناء الحبيبة لبناء مستقبل افضل محمود جميل التلفزيون المصري